اشتركوا في القناة اتعتبر اولى حصص او اولى دروس مادة ادارة المشروعات الصغيرة طيب المادة دي بتتكلم على ايه طب هل هي سهلة ولا هي صعبة طب هل اسئلتها بتجي ازاي في الامتحان طيب هل فيها عملي مسائل يعني ولا ما فيهاش كل اللي انت بتسأل عليه ده هنجاوبه في حلقاتنا ان شاء الله اولا ما فيش حاجة صعبة ان شاء الله بازن الله تبقى مادة سهلة مش عايزك تحفظ عايزك تفهم واحنا كلنا في خدمتك وهنوضح لك كل حاجة بالتبصيل سواء سواء انا وانا مشروح لك او مدرسينك الافاضل اللي عندك في المدرسة بالنسبة لمادة اضرابة المشروعة المادة دي بتتكلم على ايه بالزبط المادة دي بتتكلم على المشروع الصغير ان انا ازاي اعمل مشروع وايه اللي يخلي الفكرة تتولد عندي ان انا اعمل مشروع مش كده وبس كمان وهنقولك على الاسباب اللي بتقدي لفشل اي مشروع وازاي نتجنبها وهنتكلم كمان على انواع درسات الجدوى الاقتصادية يعني ايه درسة جدوى كلمة جدوى يعني فايدة يعني هدرس الفايدة من المشروع لان ممكن الفايدة اللي هتعود علي من المشروع ده فايدة قليلة لان انا عندي فرصة استثمار تانية ما هو مشروع يعني ايه يعني انا هستثم فلوس في المشروع طبعا انا ممكن احط الفلوس في البنك يبقى فيه هنا صراع على الفايدة يعني ايه هدرس اعمل دراسة جدوى للمشروع بتاعي اشوف هيحقق لي الهدف منه ولا لا طيب بداية كده نشوف مع بعض تعريف دراسة الجدوى الاقتصادية هي الوسيلة التي يتم بناء عليها اتخاذ قرار الاستثمار المناسب الذي يحقق الاهداف المنشودة لتحديد مدى صلاحية المشروع هي الوسيلة التي يتم بناء عليها اتخاذ قرار الاستثمار المناسب الذي يحقق الاهداف المنشودة لتحديد مدى صلاحية المشروع يعني ايه بقى يا مصدر بقى اقول لك دراسة الجدوى وسيلة طريقة اسلوب علمي هاشتغل به عشان اقدر اشوف المشروع هيحقق لي الاهداف المنشودة يعني ايه المنشودة المطلوبة المرجو تحقيقها اللي انا عايز احققها في المشروع بتاعي دراسة الجدوى الاقتصادية هي الوسيلة اللي هتقول لي إذا كانت المشروع ده هيحقق لي اهدافي او لا اكمل فيه ولا ما اكملش فيه طب هو الاول يعني ايه مصدر المشروع هنا بداية المنهج بتاعنا كلمة مشروع يعني ايه انا هسألك سؤال بسيط جدا كأنك قاعد قدامي بالضبط دلوقتي انت لو محتاج تعمل مشروع محتاج ايه اول حاجة محتاجها انا سامعك كل قال محتاج فلوس طب بس احنا مش هنقول فلوس بقى هنقول اموال محتاج ايه اموال طب هل انت محتاج اموال بس ما انت ممكن يكون معاك اموال بس الاموال دي المفروض ان انت هتجيب بيها كمان حاجات مستلزمات اه في واحد بقول اه محتاجين عدد الات ارض اه مباني كل ده اسمه موارد يبقى انت كده محتاج حاجتين عشان تعمل مشروع ايه هم الحاجتين دول محتاج اموال ومحتاج موارد مين اللي هيتم انفاقه فيهم ومين اللي يتم استخدامه يعني ايه الاموال هيتم ايه انفاقها والموارد هيتم استخدامها عشان كده لما بنيجي نعرف المشروع من غير حفظ خالص هو نشاط تنفق من اجله ايه الاموال تنفق من اجله ايه الاموال وتستخدم في الموارد يبقى هو نشاط تنفق من اجله الاموال وتستخدم في الموارد طب انا بنفق ليه الاموال وليه بستخدم الموارد من اجل تحقيق منافع انا ما قلتش ابادات بس هي ابادات ما قلتش أرباح بس هي أرباح بس كلمة المنافع كلمة أعم وأشمل من أجل تحقيق منافع طب ليه ما بنقولش إرادات هقولك ليه هي الدولة لما تيجي تعمل مشروع وتصرف عليه مثلا هتعمل طريق هتعمل قبري هي هل بيبقى هدفها الربح لا طبعا هما الهدفها ايه منفعة فكلمة منفعة هنا أعم وأشمل في المعنى يبقى نقول تاني ايه هو المشروع هو نشاط تنفق من أجل الأموال وتستخدم في الموارد من أجل الحصول على منافع متوقعة طب ليه متوقعة لأن نتيجة المشروع مثل الماضي نتيجة المشروع في المستقبل والمستقبل أكيد ولا متوقع طبعا متوقع متوقع يبقى ما نجي نعرف المشروع نقول تاني هو نشاط تنفق من أجل الأموال وتستخدم فيه الموارد من أجل الحصول على منافع متوقعة في فترة زمنية معينة يعني ايه فترة زمنية معينة عمر المشروع وهنا ما حطت فلوس في مشروع لازم أشوف الفلوس دي هترجع لي امتى العمر بتاع المشروع طيب ما هي يعني لما ترجع لي في سنتين زي ما ترجع لي في عشرة طبعا لا دي بسمية فترة استرداد تكاليف اللي انا دفعتها طبعا انا من مصلحتي ان انا اجيب التكاليف بتاعتي والفلوس اللي انا انفقتها في مدة قليلة مش مدة كبيرة طبعا حسب طبيعة المشروع يبقى مع بعض كده تعالى نشوف تعريف اول تعريف عندنا تعريف المشروع هو نشاط تستخدم فيه موارد وتنفق من أجل الأموال للحصول على منافع متوقعة خلال فترة زمنية معينة تاني هو نشاط تستخدم فيه موارد معينة وتنفق من أجل الأموال للحصول على منافع متوقعة خلال فترة زمنية معينة يبقى احنا عندنا كده طبعا والتعريف ده وانت مغمت كده بيجي لك في الامتحانة على طول ايه هو تعريف المشروع مع بعض تاني هو نشاط تستخدم فيه موارد وتنفق من أجله أموال من أجل الحصول على منافع متوقعة في فترة زمنية معينة طيب هو أنا إيه اللي يخليني أعمل مشروع اللي هو السؤال اللي جاي اللي هو إيه مصادر أفكار المشروعات قبل ما نشوف السؤال والإجابة هو يعني إيه السؤال أصلاً يا مسته من غير حفظ خالص مصادر أفكار المشروعات مش معناه أنا بعمل مشروع ليه لا أصلاً أنا بعمل مشروع ليه ده سؤال أنا بعمله عشان أكسب وممكن أخسر تمام إنما السؤال مش معناه كده مصادر الأفكار للمشروعات معناه إيه إيه اللي يخليني أفكر أعمل مشروع تاني السؤال معناه إيه اللي يخلين أنا أفكر أعمل مشروع هتقول لي ما أنا معاه فلوس ماشي معاك فلوسه مش عارف تستغلها بتفكر تعمل مشروع دي فكرة في المشروع مثلا لكن إحنا عندنا أربع أسباب يعتبروا مصادر أفكار أي مشروع عندك إيه هم الأربع دول هنقول نقطة نقطة ونتكلم عليها زيادة الطلب على سلعة أو خدمة معينة تاني أول مصدر يخليني أعمل مشروع زيادة الطلب على سلعة أو خدمة معينة هو الأول يا مصدر إيه الفرق بين السلعة والخدمة السلعة شيء مادي ملموس يعني إيه يعني أنا مشتري سلعة بدفع حقها والمسها لها مادي يعني موجودة أما الخدمة بدفع حقها برضو لكن ما بقدرش ألمسها إزاي لما أروح للطبيب أنا مش بديله فلوس بيديني إيه خدمة طبية خدمة طبية لما أروح للبنك بيديني خدمة مصرفية طيب زيادة الطلب على سلعة أو خدمة أنا لما أشوف مشروع عليه طلب كتير يعني إيه طلب يعني عليه باللغة بتاعتنا سحب كتير هبتدى أفكر فيه يعني مثلا واحد عمل مشروع مثلا مطعم والمطعم كسب ومطعم تاني وكسب يبقى أنا هنا هفكر آه يبقى فيه طلب على الأكل يبقى أنا كمان هفكر أن أنا أعمل مشروع طب هو ده من ناحية الاقتصادية وحش لا طبعا مش وحش آه إنت ما تشوف زيادة طلب على سلعة أو خدمة ده على طول مخد بيشتغل وتفكر في مشروع يبقى أول حاجة عندنا زيادة الطلب على سلعة أو خدمة وقم اتنين وجود موارد مادية غير مستغلة وجود موارد غير مستغلة يعني إيه يعني عندي حاجات أنا مش بستغلها يعني هديك مثال كده يعني إنت لو قاعد مع حد مثلا تقول له والله ده أنا عندي شقة دور أرضي قفلها بقى لي تلات سنين يقوم هو يقولك إيه ده أنا لو الشقة عندي دي كنت عملت المشروع واحد اتنين تلاتة واحد يقول للتاني ده أنا عندي حطة أرض مش عارف أعمل إيه يقول له ده لو الأرض دي عندي كنت عملت واحد اتنين تلاتة ده معنى إيه إن في حد عنده موارد غير مستغلة بتخلد مارك تشتغل وتفكر إن إنت تعمل مشروع يبقى هنا مصادر أفكار المشروعات لحد دلوقت اتنين إيه هما زيادة الطلب على سلعة أو خدمة رقم اتنين وجود موارد غير مستغلة رقم تلاتة المشاكل التي تعترض عملية التنمية تاني المشاكل التي تعترض عملية التنمية طب يعني إيه مشاكل بتعترض عملية التنمية ويعني إيه عملية التنمية ه perimeter أدك مثال عشان تفهم إحنا نقص دين انا عندنا حاجة بتقول إيه الحاجة أم الإختراع أو مثل تاني مصائب قوم عند قوم فوائد يعني إيه يعني لو أنا عندي مشكلة في مكان ما ندي مثال في بيت البيت ده هيتقطع من عنده المية لمدة 3 ايام يبقى دي مشكلة ولا مش مشكلة تمام ولد بقى كده شاف المشكلة دي عام عمل ايه راح جاب مية معدنية هيبقها تحت البيت هنا فكر في مصروع ولا لا فكر في مصروع هو هنا استغل المشكلة بتاعتك انت في مصروع ليه هو تاني دي بنسميها المشاكل التي تعترض عملية التنمية يعني انا بستغل مشكلة عندك مشكلة عندك وانا افكر في مصروع فيها يعني شفنا مثلا في الفترة الاخيرة نتيجة ليه كورونا وواواوا بدأت من المصروعات او الشركات الادوية تصنع والطلب يزيد على اه موضوع الكمامة طب ما هدي مشكلة تولد عنها مصروع طبعا ونتج عنه مصروعات كتير جدا يبقى انا بستغل المشكلة عند حد معين او مشاكل التنمية عموما مشاكل التنمية يعني ايه يعني انا لو في منطقة جديدة منطقة سكنية جديدة ورحت عندها مسلا كده فاتلقيت المواصلات صعبة او ما قال لي نفس ايه انا لو معها فلوس كنت زمان تلوقتي عملت خط مواصلات او جبت عربية او شغلتها على الخط ده يعني انا بستغل المشكلة اللي عند حد وافكر في مصروع من خلالها يبقى عندنا هنا تلات حاجات اول حاجة زيادة الطلب على سلعة وخدمة تاني حاجة اه وجود مشاكل تعترض عملية التنمية وجود موارد غير مستغلة ربا حاجة نقص التسهيلات التسويقية للسلع زي النقل والتخزين يعني ايه انا كمنتج بنتج سلعة معينة مش شرط ان انا يكون عند القدرة على توزعها يعني مثلا انا مصنع بنتج مناديل بنتج منتجات غزائية لكن عندي مشكلة في التوزيع ومشكلة في النقل ومشكلة في التخزين هبص الاقي حد تاني طلعلي وقال لي ايه طب اقول لك ايه مجا وزعلك طب مه ده مشروع شركات التوزيع مه ده مشروع زي ديليفر اللي بنشوفه ديليفر ده حل مشكلة تسويقية ازاي انا عندي مشروع لكن في صعوبة ان انا وصل لك المنتج بتاعي المسافة بيننا وبين بعض بعيدة ظهرت فكرة ديليفر يبقى هو كده حل ليلي مشكلة تسويقية ما كنتش بقابلها يبقى لما ييجي سؤال في الامتحان ويقول لك ما هي مصادر افكار المشروعات مصادر افكار المشروعات كان اربعة ايه هما رقم واحد زيادة الطلب على سلعة او خدمة معينة رقم اتنين وجود موارد غير مستغلة رقم تلاتة المشاكل اللي بتعترض عملية التنمية رقم اربعة نقص التسويقية زي النقل والتخزين يبقى التاني اللي احنا قلنا دلوقتي حاجتين ايه هي المشروع وايه مصادر افكار المشروع قلنا المشروع هو نشاط تنفق من اجل الاموال وتستخدم فيه الموارد من اجل الحصول على منافع متوقعة في فترة زمنية معينة مصادر افكار المشروعات عندنا اربع مصادر افكار مشروعات اول حاجة زيادة الطلب على سلعة او خدمة وجود موارد مادية غير مستغلة رقم تلاتة نقص التسويقية زي النقل والتخزين رقم اربعة المشاكل التي تعترض عملية التنمية حضر الورقة والألم ويكتب معي تعاني بص مع بعض كده اللي احنا كنا بنقوله مصادر افكار المشروعات زيادة الطلب على سلعة او خدمة معينة وجود موارد مادية وبشرية غير مستغلة مشاكل بتعترض عملية التنمية نقص التسهيلات التسويقية للسلع مثل النقل والتخزين طيب شوفي السؤال اللي بعد كده مراحل انشاء المشروع لما تيجي تعمل المشروع لازم المشروع ده لما تعمله بيبتدي بمراحل وينتهي بمراحل هقولك كده المراحل الاول ببساطة وبعد كده مفرومش حبص هو انا لما اجي اعمل المشروع ببقى في دماغي فكرة ولا اكتر من فكرة تمام اكتر من فكرة اول حاجة هعمل ايه هاختر ايه واحدة منهم يبقى انا كده عملت عملية او مرحلة تحديد المشروع مرحلة ايه تحديد المشروع يبقى اولا مراحلة المشروع اسمها مرحلة ايه تحديد المشروع طيب حددت المشروع قدتدي اعمله المرحلة التانية اللي هي مرحلة ايه اعداد المشروع يبقى اول مرحلة كانت تحديد تاني مرحلة كانت ايه اعداد المشروع بعد كده بعمله عملية تقييم قبل التنفيذ تقييم امتى قبل التنفيذ يعني ايه مستر تقيم قبل ما تنفذ مش انت المفروض هتقيم على اساس التنفيذ لا هنقيم على اساس دراسات الجدوى اللي هي التقييم قبل التنفيذ وبعد كده المرحلة الرابعة هنفذ المشروع المرحلة الخامسة بقى التقييم بعد التنفيذ يبقى لو جاننا سؤال في الامتحان بقى احنا نقوله بالتفصيل بس عشان لو جالك سؤال مقالي في الامتحان وقال لك ما هي مراحل اعداد المسروع خمس مراحل اول مرحلة مرحلة تحديد المسروع مرحلة اعداد المسروع تقييم امتى قبل التنفيذ تنفيذ المسروع والمرحلة الاخيرة التقييم بعد التنفيذ احنا عندنا كم مرحلة دلوقتي تاني خمس مراحل للمسروع اول مرحلة تحديد مسروع اعداد المسروع المرحلة التالتة تقييم قبل التنفيذ المرحلة الرابعة تنفيذ المشروع المرحلة الخمسة والاخيرة التقييم بس امتى بعد تنفيذ المشروع طيب تعالى نشوف كده مع بعض النقطة الفنية اللي في الجزء ده مراحل انشاء المشروع تبدأ اولى مراحل المشروع بمرحلة تحديد المشروع ودي بتمر بثلاث خطوات ايه هما تعرف على الافكار يعني ايه تعرف على الافكار يعني انا هيبقى عندي اكتر من فكرة المشروع فانا هتعرف على الافكار كلها بعد كده دراسة جدوى مبدئية هعمل دراسة جدوى مبدئية رقم تلاتة هعمل معيار الانتقاء المشروع يعني هتانطقي المشروع اللي اعمله طيب يا مستر انت بتقول دراسة جدوى مبدئية يعني ايه احنا مش فهمين يعني ايه دراسة جدوى مبدئية انواع دراسات الجدوى نوعين دراسة جدوى مبدئية ودراسة تفصيلية تاني انواع دراسات الجدوة نوعين دراسة جدوة مبدئية ودراسة جدوة تفصيلية طب ايه الفرق منهم طبعا من اسمها كده مبدئية يبقى هي دراسة اولية حتى لما بنجي نعرفها بنقول هي دراسة اولية استكشافية هدفها التأكد من عدم وجود مشاكل يعني الدراسة المبدئية دي انا بس كل اللي مطلوب منها انها تتأكد لي ان مفيش مشاكل طعوق المشروع يعني مثلا يعني ايه يعني انا اعمل المشروع على ارض معينة فانا بعامل لها دراسة مبدئية يعني دراسة مبدئية بشوف الاول هل الارض دي عليها نزاع قانوني ولا لا هل الارض دي تصلح للبناء ولا لا هل الارض دي تصلح للمشروع بتاعي ولا لا هل الظروف الطبعية كل ده بتعملوا دراسة المبدئية ودي بتقول لي والله ما فيش مشاكل كمل. كمل معناها ان انا انتقل على الدراسة التفصيلية. لكن الدراسة المبدئية قالت لي والله في مشاكل. في مشاكل هنا. وانا كملت يبقى اتوقع فشل المشروع. عشان كده بنقول الدراسة المبدئية هي دراسة اولية استكشافية للافكار هدفها التأكد من عدم وجود مشاكل. اتأكدت ان ما فيش مشاكل هنقل على الدراسة اللي بعدها. الدراسة التفصيلية. ودي دراسة دراسة كاملة عن المشروع. بتوضح ابعاد الفكرة الاستثمارية. يبقى عشان من تهش من بعض. احنا بنتكلم على مراحل المشروع. مراحل المشروع يعني ايه? عندناك خمس مراحل للمشروع. المرحلة الاولى اسمها مرحلة تحديد المشروع. ودي بتمر بثلاث خطوات. بنقل فكرة اعمل لها دراسة مبدئية. انا الفكرة بتاعتي هنا او انطقي المعيار اللي انا هشتغل به. يبقى اول مرحلة مرحلة قلنا مرحلة ايه? مرحلة تحديد المشروع. وبص على المرحلة التانية. مرحلة اعداد المشروع. ودي مرحلة هتأكد فيها من النواحي الفنية والمالية والاقتصادية للمشروع. تاني مرحلة اعداد المشروع. دي مرحلة بتأكد فيها من ايه? من النواحي الفنية والمالية والاقتصادية للمشروع المرحلة التالتة مرحلة تقييم المشروع والتقييم ده امتى قبل التنفيذ بعمل عملية تقييم مالي واقتصادي والتجاري للمشروع بس امتى قبل التنفيذ نيجي للمرحلة الرابعة مرحلة تنفيذ المشروع اخر مرحلة عندنا مرحلة التقييم بعد التنفيذ يبقى كده لما يجينا سؤال وده سؤال مهم جدا من ضمن الاسئلة اللي بتيجي مقالف الامتحان يجي يقولك ما هي مراحل المشروع. مراحل المشروع عندك خمسة. تبدأ اولى مراحل المشروع بمرحلة تحديد المشروع. احدد المشروع يعني ايه? اشوف الافكار اللي معروضة علي. ابتدي اعمل دراسة مبدئية للافكار دي. اعمل معيار ان تقضي المشروع بتاعي. يبقى دي اول مرحلة تحديد المشروع. مرحلة تانية مرحلة اعداد المشروع. بعمل عملية تأكيد على النواحي المالية الاقتصادية للمشروع اللي بسميها مرحلة اعداد المشروع. بعد كده بانتقل للمرحلة التالتة اللي هي التقييم قبل التنفيذ. يعني بقيم المشروع بتاعي قبل ما نفزه. المرحلة الرابعة بقى بنفز المشروع بتاعي. اما المرحلة الخامسة يبقى مرحلة التقييم بعد التنفيذ. طيب كده المراحل ولو جالنا سؤال فيهم. لكن ساعت في الامتحان يجي يقول لك ايه. انت لازم تبقى كون عارف المراحل بترتبهم. ايه دي يقولك ايه? ابدأ اولى مراحل المشروع. بمرحلة نقط. يبقى اقول له مرحلة تحديد المشروع. وتنتهي بمرحلة نقط. اقول له مرحلة التقييم بعد التنفيذ. يجي يقولك ايه? تعتبر التقييم قبل التنفيذ. зв هي المرحلة نقط للمشروع. اقول له المرحلة التالتة. بينما التقييم بعد التنفيذ هي المرحلة نقطة الاخيرة او المرحلة الخامسة يعني انت لازم تكون عارف المراحل بترتبهم عشان كده هقولك تاني مراحل المشروع تحديد اعداد تقييم قبل التنفيذ تنفيذ المشروع والتقييم بعد التنفيذ الاول رحدة التحديد دي المرحلة الاولى الاعداد المرحلة التانية التقييم قبل التنفيذ المرحلة التالتة تنفيذ المشروع المرحلة الربعة والتقييم بعد التنفيذ المرحلة الاخيرة. يبقى احنا كده قلنا المشروع هو نشاط تنفق من اجل الاموال وتستخدم فيه الموارد. طب ليه? من اجل الحصول على منافع متوقعة في فترة زمنية معينة. نشوف مع بعض النقطة اللي جاية. عناصر المشروع. عناصر المشروع يعني ايه? يعني المشروع بيتكون عندك من تلت عناصر. تدفقات نجدية خارجة. تدفقات نجدية دخلة. وفترة زمنية تمثل عمر المشروع. طيب. اللي مش اخد باله بقى من الكلام ده والكلام صعب عليه خلي معي. عناصر المشروع تلاتة. ايه هم? ايه هم عناصر المشروع? المشروع ليه تلت عناصر. حاجة اسمها تكاليف وحاجة اسمها ايرادات وحاجة اسمها عمر المشروع يبقى المشروع ليه كما انصر تلاتة تكاليف ايرادات فترة زمنية خلي بالك كده ارجع تاني لتعريف المشروع التعريف المشروع بيقول ايه هو نشاط تنفق من اجله الاموال تنفق من اجله الايه الاموال لما اقول كلمة تنفق من اجله هل دي ايرادات ولا تكاليف تنفق يبقى اسمها ايه برابو تكاليف طيب من اجل الحصول على منافع المنافع دي تكاليف ولا ايرادات لا ايرادات في فترة زمنية معينة اللي هي عمر المشروع يبقى عناصر المشروع كام تلاتة مبدئيا كده عناصر المشروع تلاتة ايه هما التلاتة تكاليف ايرادات والفترة الزمنية لكن في نقطة مهمة جدا التكاليف تسمى تدفقات نجدية خرجة تاني التكاليف تسمى تدفقات نجدية خرجة اما الارادات تسمى تدفقات نجدية دخلة يبقى تاني التكاليف انا دلوقتي هنفق انا رايح اشتري حاجة لما يشتري حاجات فحقها بدخلها في جيبي ولا خرجها من جيبي بخرجها عشان كده التكاليف تسمى تدفقات نجدية خرجة اما الارادات تسمى تدفقات نجدية دخلة دخلة يعني ارادات دخلالي بعد كده عمر المشروع فترة زمنية يبقى لما يجي يقول لنا تسمى الارادات تدفقات نجدية دخلة ولا خرجة ارادات ده جايا بقى دخلة. اما تسمى التكاليف تدفقات نقدية خارجة ولا دخلة. تكاليف هنفقها هخرجها من جيبي تبقى دي تدفقات خارجة. يبقى عناصر المشروع كم عنصر? تلاتة. تكاليف ارادات وعمر المشروع. الارادات تسمى تدفقات نقدية دخلة. اما التكاليف تسمى تدفقات نقدية خارجة. الفترة الزمنية تسمى عمر المشروع. يبقى عناصر المشروع كم عنصر? تلاتة. تاني خليك معايا. انا الوقت اتكلمت في تلات نقطة. عرفت لك المشروع. قلت لك مصادر افكار المشروع. وتكلمنا على مراحل المشروع. لما جينا عرفنا المشروع قلنا ايه? مادة المشروعات على فكرة. مادة جميلة جدا وشريقة جدا. بس ما تحفظ. افهم معايا. واي سؤال تراصل واحنا هنجاوبه. لما نيجي نعرف المشروع بنقول ايه? المشروع هو نشاط تنفق من اجله الاموال تستخدم فيه الموارد. بنفق اموال واستخدم موارد. من اجل الحصول على منافع متوقعة. في فترة زمنية معينة. لو جاء لك ما هي مصادر افكار المشروعات? قل له مصادر الافكار اربع مصادر. ايه هما دول? زيادة الطلب على سلعة او خدمة معينة. وجود موارد غير مستغلق. المشاكل التي تعترض عملية التنميع. نقص التسهيلات التسويقية مثل النقل والتخزين. لو قال لك ما هي مراحل المشروع. عندك خمس مراحل للمشروع. تبدأ اولى مراحل المشروع. مرحلة تحديد المشروع. مرحلة التانية اعداد المشروع. مرحلة التالتة تقييم قبل التنفيذ. المرحلة الرابعة تنفيذ المشروع. المرحلة الخامسة التقييم بعد التنفيذ. لو جلنا سؤال اكمل ما هي عناصر المشروع? العناصر المشروع تلاتة ايه هما? التكاليف وتسمى تدفقات نجدية خارجة. الارادات وتسمى تدفقات نجدية دخلة. وعم المشروع يسمى فترة زمنية. يبقى دي عناصر المشروع. طيب. نشوف النقطة اللي بعد كده. اه ده سؤال مهم جدا. برضو من الاسئلة اللي بيجينا على طول مقالة في الامتحان. ما هي اسباب عدم نجاح اي مشروع? ليه اي مشروع بيفشل? هنمشي بع بعض كده نقطة نقطة. دراسة جدوى ضعيفة غير دقيقة. يعني ايه مستر دراسة جدوى ضعيفة غير دقيقة. احنا لما اتكلمنا في الاول خالص قلنا ان احنا دراسة الجدوى الاقتصادية دي دراسة وسيلة بناء عليها بتاخذ قرار الاستثمار من عدمه. يعني ايه? لا والله لو انا عملت دراسة جدوى. ودراسة الجدوى قالتلي ان المشروع بتاعك ده اه هيفشل. وانا كملت. يبقى خلاص هيفشل. او انا اصلا اصرت في دراسة الجدوى. يعني اصرت. ده لو في حد نازل يشتري اي سلعة بيسأل عليها الاول. طيب. بيسأل عليها الاول. ليه? بيجمع معلومات. ما هي دي دراسة الجدوى? انا هعمل مشروع. فانا ما ما عملتش الدراسة صح. ما تأكدتش مزبوط. فبالتالي النتيجة اللي جاية بعد كده فشل المشروع. يبقى لو جاء الناس وقال صح وغلط وقال لنا. من اسباب نجاح المشروع. دراسة جدوى ضعيفة. اقول له ايه? لا غلط. ده من اسباب ايه? فشل او عدم نجاح المشروع. يبقى اول سبب من اسباب عدم نجاح المشروع. دراسة جدوى ضعيفة. رقم اتنين. وضع جدول متفائل لتنفيذ المشروع. يعني ايه وضع جدول زمني متفائل لتنفيذ المشروع. طبعا انت لما بتيجي تعمل المشروع وبناء على دراسات الجدوى. بتحدد جدول ليه الانتهاء من اعمال وبناء المشروع. انت حطيت الجدول ده بتفاعل زيادة على اللزوم. طب ها يعمل ايه التفاعل? عشان انت في مناقصه دي. هنفترض مسلا كده اي طالب او طالبة سمعني. فكبين الجدول اللي كنا بنعمله قبل الامتحانات? ففاضل على الامتحان اسبوع. وقمت انت عامل ايه? عامل جدول بالمواد اللي عندك. انت عندك عشرة مواد وفاضل سبعة ايام. قمت مقسم الجدول على السبع العشرة مواد على السبعة ايام. لكن لما بدأت تنفيذ الجدول بقى. اول يوم وتاني يوم وتالت يوم خدوا مادة واحدة. رابع يوم وخامس يوم وسادس يوم وسابع يوم خدوا مادتين. يعني انت خلصت تلات مواد في الاسبوع. وامتحانك هيبدأ. وفي ست مواد ما جيتش جنبهم. ايه النتيجة اللي ممكن تحصل? الفشل. عشان كده بنقول ايه? بس في المشروع بقى لما تحط جدول زمني متفائل يبقى انت كده بتعلي قيمة التكاليف. ازاي يا مستر بعلي قيمة التكاليف? هقول لك ازاي? انا دلوقتي مسلا عامل جدول اه ليه? بناء المنشآت بتاعت المشروع بتاعتي في تلات سهور. وكاتب كده. تلات سهور بناء المنشآت دي هيتكلف مئة الف جنيه. طبعا بما فيهم العمالة اللي هتشترل. اتضح النجاد والده مش مصبوط. ده بدل ما ياخد تلات سهور هياخد خمس سهور. طب الخمس سهور اللي انا هكمل فيهم دول. مش فيه عمال هتشتغل. يبقى التكاليف بتاعتك زادت ولا قلت? زادت. وطالما التكاليف زادت ده انت بتحط التكاليف والاقبادات. عشان تشو الفرق منهم ده ربح بتاعك. تكاليف بدأت تزيد. يبقى هتأثر على اقباداتك. يبقى المشروع عندك هيفشل. يبقى عندنا كم سبب دلوقتي? سببين. اول سبب في فشل المشروع دراسة جدوى ضعيفة. السبب التاني وضع جدول متفائل لتنفيذ المشروع. السبب التالت التنبؤ المسرف في نتائج المشروع. يعني ايه تنبؤ مسرف? اللي هو بنسميه التفاؤل زيادة على اللزوم. طب يعني ما نتفائلش لأ. نتفائل بس مش بالاسراف. يعني ايه برضو تنبؤ مسرف في نتائج المشروع? يعني انا دلوقتي اعمل المشروع مسلا واقول ايه? بعد شهرين تلاتة اه باللغة بتاعت هلعب بالفلوس لعب. ربونانا عليه. امتجاب عربية بالقصد. امتشاب شقة بالقصد. انا هكسب بقها. لكن بعد كده اتشفت ان المشروع ما بيجيبش حاجة. طب اينا انا متوقع المشروع يعمل ايه? هيفشل هنا. ليه? لان انا هنا تنبأت بتفاؤل مسرف جدا وبناء عليه هحطم مسلا ماديا ليه? لان المشروع مش هيجيب لي العائد اللي انا كنت متوقع. همقافل المشروع على طول. عشان كده بنقول ايه? لما تيجي تعمل المشروع خلي التنبؤ بتاعك او التفاؤل بتاعك في المعقول. يبقى عندنا الوقتي تلات اسباب بتفشل اي مشروع او بيبقى ضمن اسباب عدم نجاح المشروع. اول حاجة دراسة جدوى ضعيفة. تاني. اول حاجة لاسباب عدم نجاح المشروع. دراسة جدوى ضعيفة. وضع جدوى الزمني. متفاعل. التنبؤ المسرف في نتائج المشروع. طب هم دول التلاتة بس اللي بيخلوا المشروع يفشل. لا عندنا كمان نقطتين مهمين جدا. تقدير تكاليف المشروع بقى قل من التكاليف الفعلية. ثاني. تقدير التكاليف المشروع باقل من التكاليف الفعلية. يعني ايه? مش احنا قلنا المشروع ليه تكاليف? تمام. التكاليف ده انت قدرتها غلط. قدرتها غلط وكانت اكبر من التكاليف الفعلية. هديك مثال بسيط كده عشان تفهم يعني ايه تقدير التكاليف باقل من قومتها الفعلية. انت مسلا واحدة تشتري ببدلة. جاهزة لقيتها بتلات تلاف جنيه. ايه راحت صاحبك? قال لك ايه? بقول لك ايه? ما تفصلها. ده انت لو فصلتها مش هتتكلف الف جنيه. كده بدأ يتكلم في التكلفة اوه. طب انت متأكد? قال له يا عم مش هتتكلف وقتها من الف جنيه. قمت انا جاي بوها وقلم وقلت تكاليف البادلة الف جنيه. لا ده انا وفها مش هجيبه المتلاتة دي. تمام? بدأت ان انا هفصل روحت اشتري القماش. بكامل القماش بالف وخمسمائة جنيه. الف وخمسمائة جنيه. انا اعمل حسابي على الف. مش مشكلة اه كده اوفر الف وخمسمائة. كده انا خلاص بقى ما عادش راجع انا قطعت القماش. رحت للترزي. قال انا اخد عليها تفصيل الف جنيه. خلي بالك انا كنت مقدر التكاليف كلها بالف جنيه. دلوقتي دخلنا في الفين وخمسمائة تكاليف. بعد ما بدأ يشتغل قال لي لو والله محتاجة لبدلة اكتصارات بقى الف جنيه. جيت ابصة لقي. تكلفة البدلة. التكلفة اللي انا كنت احطيتها الف. والتكلفة الفعلية بتاعتها تلات تلاف وخمسمائة. هقول لي نفسي. تما انا كنت جيبت الجهز احسن. عشان كده بقول ايه? لما نحط التكاليف ما نحطش التكاليف بتاعتنا باقل من قميتها. حط التكاليف التقديرية المزبوطة. وده كل ده مش هيتم عن طريق دراسة الجدوى. هسأل على المواد البناء بكام. العدد العمال. المباري. كل ده احط ارقام فعلية للتكاليف. لانها هتبقى مشكلة. لو قدرت التكاليف وطلعت التكاليف باقل من قميتها. كده انا هحط تكاليف زيادة. وبالتالي اي تكلفة زيادة تؤثر على الربح. الناس اللي مش واخدى بالها بص. انا عندي تكاليف وعندي ارادات. انا ما اعمل المشروع. لو انا قلت لك كده. مشروع اكلفه مية الف جنيه. وهيجيب لي ارادات مية وخمسين الف جنيه. لو سألتك ببساطة كده انا هكسب كم? هتقول لي خمسين الف جنيه. تمام ده على الورقة والقلم. لما بدأت المشروع اتلاقيت ايه? التكاليف عملة تزيد. والابادات طبعا مش هتزيد. هتفضل زيادة مية وخمسين. وبص اتلاقيت الابادات بتاعتي وصلت لمية واربعين. فانا كنت اعمل حساب انه اكسب خمسين. كده انا مش اكسب خمسين. كده انا اكسب عشرة. طب ما هدي دراسة جدوة ضعيفة كده زي ما قلنا. عشان كده لما تيجي تحسب التكاليف احسبها مصبوطة. ما تقدرش التكاليف باقل من كميتها. يبقى عندنا دلوقتي اربع اسباب لفشل اي مشروع. ايه هما او عدم نجاح اي مشروع. دراسة جدوة ضعيفة. تقدير التكاليف باقل من كميتها. التنبؤ المسرف بنتائج المشروع. وضع جدوى الزمني متفائل. اخر نقطة في اسباب عدم نجاح المشروع. واهم نقطة فيهم. المغالاة في عائد الاستثمار. المغالاة في عائد الاستثمار. طب. هو يعني ايه المغالاة اصلا يا مستر? كلمة المغالاة معناها المبالغة. ان انا بقى لغي يعني. طب هو يعني ايه عائد الاستثمار? هنا بقى نقطة مهمة جدا. انا لو معي ميت الف جنيه قدامي طريقين? يحطوهم في البنك? يعمل بهم ايه? مشروع. تمام? لو حطيتهم في البنك هيجيبولي ايه? فايدة. تاني. يبقى الفلوس لما تتحط في البنك تجيب ايه? تجيب فايدة. اما الفلوس لما تتحط في المشروع. ما بنقولش فايدة. امال بنقول ايه? عائد استثمار. عائد ايه? استثمار. يبقى البنك بيدي فايدة. المشروع بيدي عائد الاستثمار. من اسباب عدم نجاح المشروع ان انا ابالغ في عائد الاستثمار. هتديك مثال بسيط كده عشان فيه سؤال مهم جدا ويتقرر كتير في الامتحانات. او انا قلت لك البنك بيدي فايدة عشرة في المية. وعملنا مشروع كده دراست جدوة. قمت انا قلت لك ده ان هيجيب لك عائد عشرين في المية. البنك بيدي عشرة. وانت هتجيب عائد للمشروع عشرين. تعمل ايه? تمام هتوكل على اعمل المشروع على طول. انا كاتب على الورق ان العائد بتاع عشرين. بدأت المشروع. جيت ابصت لقيت العائد بتاع المشروع سبعة في المية. ايه الله? يعني انا كنت احطيت فلوس في البنك احسن. اه ما هدي اسمها بقى ايه? المغالاة في عائد الاستثمار. المبالغة في عائد الاستثمار. انت لما تيجي تحسب العائد احسبه كوي. وطبعا طب واحد يقول لي طبعا نحسب العائد ازاي? لا ده احنا عندنا معايير كتيرة لحساب اه بحية المشروع. يعني ممكن تحسب ارباحك من قبل ما تخش اي مشروع. عشان كده بنقول لي المغالاة في عائد الاستثمار. طيب. في نقطة مهمة جدا بقى. ساعة في الامتحان يقول لك ايه? حدد النتيجة من حيص القبول او الرفض. يعني ايه? يعني انا هقول لك حاجة وقول لي المشروع يتقابل ولا يترفض. طب ايه يا الحاجة? لو قلت لك ازا علمت ان معدل الفائدة السائد في السوق. الفائدة بتاعت مين? رفع عليكم. البنك. تسعة في المية. ومعدل عائد الاستثمار تلاتتاشر او اربعتاشر في المية. هل يقبل المشروع ولا يرفض المشروع? طبعا انا هشوف. لو كان معدل عائد الاستثمار اكبر من سعر الفائدة هقبل المشروع. اما لو كان سعر الفائدة اكبر من معدل عائد الاستثمار يبقى هنا يرفض المشروع. تاني عشان دي بتيجي في الامتحان على طول. هقول تاني. البنك بيدي فايدة. المشروع بيدي عقد. لو جالك سؤال وقال لك تقبل المشروع ولا ترفضه? انا لو قلت لك انت قدامك مشروع وقل لي هتقبله ولا هترفضه. وهديك معلومتين. البنك هيديك عشرة في المية فوائد. المشروع هيجيب لك خمستاشر. تقبل المشروع ولا تفضه? هتقول لي هيقبله. يبقى يقبل المشروع. قابلنا ليه بقى? لان معدل عائد الاستثمار اطبع من سعر الفائدة الساعد في السوق. هعكس السؤال. لو قل لك الفايدة خمستاشر. والمشروع هيجيب لك عشرة. تقبل المشروع ولا ترفضه? لا هرفضه. حط فلوسي في البنك. يبقى هرفض ليه? المشروع. طب رفضنا المشروع هنا ليه? تمام. لان معدل عائد الاستثمار اقل من سعر الفايدة الساعد في السوق. يبقى عندك حالتين. لو معدل عائد الاستثمار اكبر من سعر الفايدة اقبل المشروع. لو معدل عائد الاستثمار اقل من سعر الفايدة يتم رفض المشروع يبقى احنا كده اتكلمنا في خمس نوع من اسباب عدم نجاح المشروع هقول تاني هعمل كده ملخص سريع للي انا قلته احنا بدأنا في الاول بتعريف المشروع قلنا المشروع هو ايه هو نشاط تنفق من اجل الاموال وتستخدم فيه الموارد من اجل الحصول على منافع متوقعة في فترة زمنية معينة قلنا مصادر افكار المشروعات عندنا اربعة اول حاجة زيادة الطلب على سلعة او خدمة وجود موارد غير مستغلة المشاكل التي تعترض عملية التنميع والمشاكل اللي بتعترض عملية التسويق زي النقل والتخزين بعد كده خدنا سؤال ما هي عناصر المشروع قلنا اي مشروع ليه تلات عناصر ايه هم التكاليف وتسمى تدفقات نجدية خارجة الاراضات وتسمى تدفقات نجدية داخلة وعمر المشروع اللي هو الفترة الزمنية بعد كده اتكلمنا على مراحل المشروع قلنا عندنا مراحل المشروع خمسة يبدأ المشروع بمرحلة تحديد المشروع المرحلة التانية اعداد المشروع بعد كده بعمل عملية تقييم قبل التنفيذ بعد كده بعمل عملية تنفيذ للمشروع بعد كده بقيم بعد التنفيذ من الاسئلة المقالي المهمة جدا 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 ما هي أسباب عدم نجاح المشروع ليه المشروع بيفشل عندنا خمس أسباب دول بيفشلهم أي مشروع ممكن ايه وليه هم دراسة جدوى ضعيفة دراسة جدوى ضعيفة رقم اتنين تقدير التكاليف بأقل من قمتها ووضع جدوى الزمني متفائل التنبؤ المسرف في نتائج المشروع وإن آخر نقطة اللي مهمة جدا المغالاة في عائد الاستصمار وخلي بالك منها المغالاة في عائد الاستصمار المشروع بيدي عائد أما البنك بيدي فايدة فلو سعر الفايدة أقل من العائد يقبل المشروع لو سعر الفايدة أكبر من العائد هيترفض المشروع نبص على النقطة التانية دي نقطة مهمة علاقة المشروع الصغير بنشاط الانتاج يعني ايه هل المشروعات الصغيرة اللي احنا بنعملها لها اصبع الانتاج طبعا المشروع الصغير ده بنقول ينزل للنشاط الانتاجي على انه نظام له مدخلاته وعملية تحولية خاصة به ومخرجاته يعني ايه? الوقت ان انا ما اعمل مشروع صغير محتاج ايه? محتاج مدخلات هتتم عملية التحويل هتطلع لمخرجات احنا مش عارفين يعني ايه مدخلات يا مستر? مثلا هنعمل مصنع للملابس يبقى الملابس دي بتتعمل منين? من القماش. يبقى القماش بالنسبة لي هنا مدخلات هتخش المصنع. هيعملت عمل لها عملية تحويل. هتطلع مخرجات هدوم او ملابس. يبقى هنا هو يوصد يقول لك ايه? هل انت لما تعمل المشروع بيأثر على الانتاج? طبعا. ما هو انت لما بس اي مشروع بيبقى ليه حاجة اسمها القيمة المضافة او تأسير المشروع على ميزان المدفوعات للدولة. هو انت ما تفتكرش ان المشروع بتعمل كده وخلاص. لأ. مشروعك بيبقى ليه كما مضافة. مشروع هتسحب مواد خام. يبقى انت كده هتدخل مدخلات المنشئة. طب المواد الخام دي ما هو القماش اللي انت هتجيبه ده. هل ليه علاقة بحاجة تانية? اه طبعا. ليه علاقة بمصانع الغزل والنسيج? يبقى فيه مشروعات تانية هي? طيب. كل ما طلب زاد على القماش. من اللي يشتغل اكتر? مصانع الغزل والنسيج? طب ايه لا يحصل تاني? اه اه زراعة القطن عشان نستخدم من الخيوط. العملية اه دخلت بعضها. فالانتاج بتاعنا يزيد لو المشروع لعلاقة بالانتاج. واي مشروع بيبقى عبارة عن مدخلات. عملية تحويل مخرجات. يعني ايه? بدخل المواد الخام بتاعتي. بيحصل لها عملية تحويل بتطلع مخرجات. يبقى كده علاقة المشروع الصغير بالانتاج. كمان عندنا علاقة المشروع الصغير بالانشطة الاقتصادية. وبص كده قدامنا. احنا بنستخدم هنا خمات آلات الطاقة والمعلومات. دي اسمها مدخلات المشروع. تاني. خمات الآلات الطاقة المعلومات. يعني بدخل خمات. انا محتاجة لمواد الخام او بنسميها مستلزمات الانتاج. وبستخدم كمان آلات. والآلات دي بتحركها ايه? الطاقة. يبقى بستخدم وقود او ديزل او بنزين او جاز او غاز. كل دي اسمها مواد الطاقة. والمعلومات. يعني ايه معلومات? يعني عندنا تكنولوجيا المعلومات كمان بتخش. طبعا كل دول اسمهم مدخلات. هيخشوا بقى في المشروع. هتحصل عملية الايه? التحويل. عملية التحويل هنا هتطلع لك حجم اللي اتنين. طلع لك سلع تامة سلع تامة وسلع نصف مصنعة. يعني هو فيه سلع نصف مصنعة? اه هقولك يعني ايه دلوقتي. او منتجات خدمات. هو يعني ايه مصطر سلع تامة وايه? عندنا انواع السلع نوعين. سلع استهلاكية وسلع انتاجية. تاني. سلع انتاجية وسلع استهلاكية. ايه الفرق بالاتنين? السلع الاستهلاكية هي السلع التي يتم انتاجها للاستهلاك المباشر. يعني ايه? يعني المصنعة بانتج لنا زيت. يبقى هنعمل في ايه ده? يبقى ده اسمه سلع استهلاكية. المصنعة بانتج لنا مسلا تلاجة تليفون. كل دي السلع الانتاجية هي السلع التي يتم انتاجها لتدخل في انتاج سلع اخرى. يعني ايه? مصنع الحديد. هل بينتج سلع تامة الصنع? ولا سلع انتاجية? او مادة انتاجية? لا مادة انتاجية. هو بانتج حديد. طب الحديد ده بيتم ادخاله في انتاج حاجات تانية. شو بقى الحديد بيتم انتاجه منه ايه? مصنع البلاستيك الخام. البلاستيك الخام ده هل بيتم بنجيبه ليه? هيخش بصناعات اخرى. فهو يقصد بسلع تمة او صلع نصف مصنعة. هديك مثال بسيط جدا. انت عندك مثلا مصانع البطاطس. البطاطس لو طلعت لك شبسي. يبقى سلعة تمة الصنع. يبقى للاستهلاك على طول. اه عندك بتطلع لك برضو بطاطس وكتب لك عليها كده. نصف مقلية. يعني ايه? يعني دي نصف مصنعة. انت بعد كده هتستهلكها تاني. يبقى عندنا السلع نوعين. سلع انتاجية وسلع استهلاكية. السلع الاستهلاكية دي هي السلع اللي بيتم انتاجها للاستهلاك المباشر. طبعا عندنا السلع الاستهلاكية دي تلات انواع. سلع ميسرة. يعني ميسرة? يعني سلع سهل الحصول عليها. باشتريها بدون اي تفكير. زي ايه? شبس البان مصاصة مناديل. كل دي بجيبها بدون اي تفكير. اه سلع تسوق. دي بقى تحتاج مني. مجهودة عند الشراء. ليه? هيبقى محتاج مقارنة. ويطلق عليها السلع المعمرة. يعني ايه معمرة? هتقعد معايا وقت طويب. يعني وانا نازل اجيب علبة مناديل مزدية وانا نازل اجيب موبايل. مين اللي هياخد المناديل دي هجيبها منين? من اقرب مكان. اما الموبايل اللي انا هاشتريه او السلع اللي انا هاشتريها وسلع معمرة هبصة لقيني بعمل عملية مقارنة وبتاخد مني مجهود في الشراء. السلع التالتة بنسميها السلع الخاصة. ودي سلع تمتاز بمركة او علامة تجارية مشهورة. يعني انواع السلع نوعين. سلع استهلاكية وسلع انتاجية. السلع الانتاجية قلنا بيتم انتاجها لتدخل فيه انتاج سلع اخرى. يبقى احنا كده بنتكلم على علاقة المشروع الصغير بالانشطة الاقتصادية. نبص تاني. عندنا خمات. الات. طاقة ومعلومات. هيتم عملية تحويل. ليه بقى التحويل? عشان يطلع لنا حاجة اسمها مخرجات المشروع. يبقى الخمات الالات الطاقة المعلومات دي اسمها مدخلات المشروع. اما اه وهيتم بعد كده عملية التحويل عشان تطلع حاجة اسمها مخرجات المشروع. طيب. علاقة المشروع الصغير بنشاط التسويق. يكون المشروع الصغير بدور قنوات التوزيع. حيث يمكن ان ينشط في بعض الوظافة التي تمارسها متاجر التجزئة القبرى. يعني هي مصطر قنوات التوزيع. قناة التوزيع اللي بنسميها الوسطاء ما بين المنتج والمستهلك. برضو يعني المنتج اللي بنتج السلعة هو صاحب السلعة دي اللي بنتجها. والمستهلك اللي هو احنا اللي بنشتري. احنا لما بنوح نشتري سلعة هل بنجيبها من منتج بتاعها? لا. ده احنا بنجيبها منين? من تاجر جملة تاجر تجزئة وكيل. اه وفي عندك عملية حاجة اسمها قناة التوزيع. فانا النشاط بتاعي. نشاط التسويق اللي احنا بنتكلم عن المشروع بتاعي. بيزيد النشاط التسويقي. بيزود قنوات التسويق. ولما يزود قنوات التسويق هنا هيقدم خدمات انتاجية كتيرة. والخدمات الانتاجية دي بص هتساعد على ايجاد فرص عمل. وبالتالي القضاء على البطالة. يعني المشروع الصغير ليه علاقة بالنشاط التسويقي مهمة جدا. طيب. هل ليه علاقة بايه تاني? المشروع الصغير ليه علاقة بنشاط الخدمات. يعني ايه? بنشوف دلوقتي. ده الدولة مهتمية بالموضوع ده جدا. هقول لك النقطة واشوحها. يمكن للمشروع الصغير ان يكون ببعض المشروعات الخدمية. بصفة مباشرة. كما يمكن ان يتعامل مع شركات الخدمات في احدى مراحل نظامها. ايه بقى النشاط الخدمات دي? كلنا شايفين اتجاه الدولة دلوقتي. بتطلع. مسلا اتجاه الدولة هنا ايه? انها ممكن تعمل مشروع للشباب الصغير يقدم خدمات. خدمات يعني يعني مسلا تحويل اموال. دفع مصاريف. وفيه شركات كتير جدا بتقدم الخدمات ديت. الخدمات دي كانت قاصرة على الحكومة مسلا. ان انا ادفع فطورة الكهرباء. لمين? للحكومة. دلوقتي لا. بقى اينا بطلع قطاع خاص بيقوم بنفس الخدمة. مقابل اه ربح بسيط او همش ربح بسيط. يبقى معنا كده ان الدولة سمحت للمشروعات ان يتمارس نشروعاتها في قطاع الخدمات اللي كان حكرة على الدولة. دلوقتي لا. الدولة بتسيب جزء من خدماتها وتبقى الخدمات دي اه مدفوعة الاجل. بتخلي بعض الاشخاص او المشروعات يقدموا الخدمة دي. يعني مسلا عايز ادفع مصاريف المدرسة لبني. كنت بدل ما روح ان انا ادفعها لجهة حكومية. انا ممكن تلوقتي عن طريق نشاط خدمي. ان انا ادفع الفلوس دي مقابل استفادة بسيطة جدا. يبقى ازا المشروع الصغير ليه علاقة كمان بالخدمات. يبقى احنا كده اتكلمنا في ايه? اتكلمنا في المشروع. قلنا هو نشاط. تنفق من اجل الاموال وتستخدم في الموارد من اجل الحصول على منافع متوقعة. قلنا عناصر المشروع تلاتة. ايه هما? تكليف ارادات وعمر المشروع. التكليف تسمى تدفقات نجدية ايه? تكليف بقى خارجة. اما الارادات تسمى تدفقات نجدية دخلة. وعمر المشروع تسمى الفترة الزمنية. تكلمنا كمان على خمس مراحل من مراحل المشروعات. قلنا يبدأ المشروع بمرحلة تحديد مشروع اعداد مشروع تقييم قبل التنفيز تنفيز والتقييم بعد التنفيز. كلمنا كمان على سؤال مهم جدا. وقلنا السؤال ده من الاسئلة المقاري اللي بتيجي على طول في الامتحان. ايه هو السؤال? ما هي اسباب عدم نجاح المشروع? ليه المشروع اللي انا اعمله? ممكن يفشل. عندنا خمس اسباب يخلوا المشروع يفشل. اول حاجة. دراسة جدوى ضعيفة. دراسة جدوى ضعيفة. ما عملتش دراسات الجدوى المطلوبة مني. صح. دراسة جدوى ضعيفة. كمان عندنا ان انا بقدر التكاليف باقل من كميتها. والتنبؤ المسرف بنتائج المشروع. وكده ان شاء الله بازن الله نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ارجو ان انتو تكونوا استفدتم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.